السلام عليكم لبنات كاركو دايلين لبساعدكم الحمد لله ركو غاية الحمد لله لبنات وعلى لبنات جيت باش نوريكم شاشرية شكورة هادي سيسا سابه زنتي غاس رها في ليدل معاركو على بانكم بالرس العام شكورة هادي فيها 1 كيلو كما كنت شوفوا فيها 1 كيلو وعلى لبنات جيدة هادي بولو شكورة اولي هادي زعماء هادي زعماء هادي باريا بتبغي تاكل محبين الشوكورة هادي 2 كيلو كما قلت لكم هادي كيلو وهي سيدي بول هامتوني وزعماء شابه بزر فالي شوكورة اولي ما فيها حاجة هادي كي كنت عدم كتش مريضة بلا ملادي سيريا كنت نبغيها كنت نبغيها بزف وكنت ناكلها مدروك الله غالب زعماء غير الفامي زعماء رفامي ولا اندي هادي كاردو ولا سيزا فوزنتي غاس كم كاردو ولا البيان فيها قابصة فيها كيلو زعماء تشروها ودسوها بتدوها كاردو وليس هنا يمكنناها هذا لأن هذا الممس يمكنناها يمكنناها أن تشروها كيفية ناكلها الغضر من الممس تشروها لكي كنت تتعلم كيفية فيها رفاية تبطل سيسان سيقوند فيها سينسان سيقوند غرام شوف كبيرة 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 بزيف وعلى هي أرمس فيها الكوكا والدخل وليه جيد جيد جدا كما نقوله تشري الولاد هيتو تروح اللي درها محتوطة وكانت أرخص شوية كانت ترخيصة هل تعطي صغير؟ بالصحة انا شريتها شورتها بدل كما نقول شريتها بحق نفسها ثم نريدها تانية وشريها تانية ونريدها حقاكا دو لمدها فهمتوني ؟ ومن بعد نعود لكم فعلت اليوم جافيراسي روس شريت حوص على الدجاج في الكنجيلاتر لم أجد الدجاج في الكنجيلاتر كانوا عندي مخصوص مثل البولي البولي السيسكالوب قليتهم 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 في الزيت هم الأولين قليتهم في الزيت قليتهم في الزيت معا تاني شدت الأخت قليتهم في الزيت ويجبني أعجبني كثيرا لدينا الممونة لدينا الممونة لدينا الممبر وعلى أختي قليت قبل الدجاج في الزيت دعونا تقلل قليلا لن أجد الدجاج فقط لن أجد الدجاج وعلى أختي فقط قلتها قليلا كثيرا وعلى أختي كنت أضع الملح وضعت عليه حبات طوماتيس طوماتيس في خاش هذه قطعتهم وضعت عليه الزيبيس وضعت الكوري هذا الكوري أنا لا أضع أختي لا أضع الزعفران كنت أضع الزعفران فأضعت الكوري وضعت ثاني الحرور وضعت فيه الملح هذا الذي يأتي في هذا الروز لا يأتي شيئا وضعت الرند وضعت الرندره من الداخل خليتهم تقلّوا قليلا إذا كان هذا الكوري يستوحهم ومن بعد مرقت كما رقت خليت شوية الدجاج تقلّه طياب ثم تضعت عليه الجلبانة وضعتها بالجلبان تشاهده بالجلبان لا يجعل الجلبان طيب وحتى الدجاج سنقلعه ومن بعد نخسل هذا السيدوغي فقط ماتي فاهمي نخسل هذا الملح كما تشاهده ونخسلها الملح ونخسل هذا التعليد ويخرج لشبابه ومن بعد ومن بعد نرميه ونخليه طيب حتى قاع ينشف ينشف كامل ينشف كي ينشف قاع ينشف الروز يتحبب ويطيب تمك عادة نقلعه ونحطه في البلغ ونخسل 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 ومن بعد نخسل ينشف ونخسل نخسل ونخسل 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 وحتى الفرصة القادمة ان شاء الله